إخوة في النسب ميثاق مكين و راسخ يربط بين أفراد الأسرة الواحدة وهذا الميثاق ينبغي أن يكون في أحسن حالاته بعيدا عن الخلافات و النزاعات و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم و ينبني على أسس متينة من الاحترام و التعاون و المحبة و حسن العشرة و المصالح المشتركة و هذا الميثاق مما يجب أن توليه كل أسرة أولوية منذ سن الطفولة فتعزز التعاون بين الإخوة في البيت الواحد ذكورا و إناثا و تنشئهم على إيثار بعضهم على بعض و احترام كل طرف للآخر و تجنب الأنانية و النزعة الفردانية و تعلم الأولاد و احترام أخواتهم و البنات خاصة و حفظ حقوقهن و رعايتهن و خدمتهن و الشفقة عليهن و أن يحب للجميع الخير و المساعدة و النصح كل هذا سينعكس على جميع المجتمع بحيث يكون سلوك هؤلاء الأفراد الإخوة في ظل البيت المطمئن المفعم بالهدوء و السكينة مثالا و قدوة للآخرين في المحبة و الألفة و التعاون و التزاور و الترابط في المجتمع و لا يمكن تحقيق هذا المستوى إلا بعزيمة الآباء و مساعدتهم فهم القدوة لأبنائهم إن من أوائل القصص التي حكاها القرآن الكريم و التي حدثت على هذه البسيطة و هذه الأرض كانت بين أخوين بين أخوين اثنين و هما ابني آدم قابيل و هابيل كان بينهما البغي و الحسد و الظلم فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلة أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين فلا يوجد أي داع يستدعي إضرار الأخ بأخيه أو حتى أن تكون العلاقة بينهما مضطربة و إلا كان الخسران و الندم عاقبة و خيمة للجميع و ظلم ذوي القربة أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي